قبل ما ندخل على النوع التاني من انواع اللي هو لازم نعرف ان في نسخة اكثر ذكاء او نسخة معدلة شوية من طبيعته احنا عارفين ان انت بتمسك كل عنصر في القريب التكتيب وتبدأ ان انت تسأله هال العنصر اللي انت بتدور عليه هنا لو موجود خلاص تمام موقف لو مش موجود هتكمل لحد ما تلف باقي العناصر لكن الحالة معانا دلوقتي هي اكثر ذكاء او في نسبة ذكاء او هي معدلة حاجة بسيطة كده بس طبعا التعديل اللي احنا هنعمله النهاردة ده مش متاح لكلthyونس او مش متاح لكل الاريز ولكن متاح للصورتك او متاح للاريي المرتب فقط يعني متاح للاريي اللي العناصر في络هه مرتبة ترتيب سواء تصاعدي او تنزلي الكلم ده كله فيبقى تظ Latin America ممكن لما نعملها على او على مصفوفة مرتبة فممكن اننا نعمل عليها بعض التعديلات وليكن مثلا الاريي اللي قدامنا ده عندي معلومة مسبقة ان الاري ده مرتب. معرفش ازاي بابس انت بتعمل برنامج. البرنامج ده فيه معلومة مسبقة ان الاري ده دايما هيكون مرتب. او انت مثلا هترتبه قبلها او ايا كان. الفكرة انه انا مثلا عاوز ادور على رقم تمانية في الاري اللي قدامي ده. فبكل بساطة انا هعدي على رقم اتنين. هل انت رقم تمانية? هيقول لي لا. هنا بقى مش هيكتفي بالسؤال ويروح للعنصر اللي بعده. لا ده هيسأله. طب هل انت الرقم اللي انا واقف عليه حاليا اللي هو اللي اتنين ده اكبر من الرقم تمانية? هل انت الرقم اللي انا واقف عليه حاليا ده اقل من الرقم تمانية? ايوة اقل فخلاص يبقى اروح على الرقم اللي بعده اللي هو اربعة. هل انت رقم تمانية يقول لك لا? طب اقل من رقم تمانية? ايوة تمام. روحها لبعده. هل انت الرقم تمانية? هيقول لك لا مش انا رقم تمانية. طب هل انت اقل? يقول لك ايوة اقل فيروحها لبعده. عشرة. هل انت الرقم تمانية يقولك لا طيب هل انت اقل من رقم تمانية يقول لك لا انا مش اقل من رقم تمانية فوقتها يوقف سيرش ما يكملش. فانت كده يعني حفظت شوية او حفظت شوية من الاستهلاك الميموري والمستهلك حتى بحيث ان هو انت عارف معلومة ان المصفوفة مرتبة فطالما المصفوفة مرتبة ووصلت الرقم اكبر من التمانية فاكيد خلاص التمانية مش موجودة هنا فمش محتاجة ان انت تكمل لف على باقي العناصر. انا عاوز اقول لك ان الموضوع ده ممكن يوفر معك كتير جدا. طبعا احنا لو شفنا او بتاع حاجة زي كده هنلاقي ان هو برضو لان هي ما زال بس الفكرة ان هو في اغلب الكيس او في اغلب الحالات انت بتوفر وقت في الحالات الطبيعية اللي هو في او في اللي هو في او في ففي حالات اللي هو في الحالات التقليدية والطبيعية فحتلاقي ان اللي احنا عاملينه ده او التعديل اللي احنا عاملو دلوقتي ده حيوفر معك كتير جدا من استهلاك اللي احنا بنستهلك. تعال نشوف بتاعها هتلاقي ان هو نفس اللي احنا بنعمله بنفس لو بيساوي بيساوي اللي هو اللي انت بتدور عليه رجع لو لأ هتبدأ ان انت تسأله سؤال تاني هل العنصر اللي انت واقف عليه حاليا ده اكبر من مجرد ما تعرف ان العنصر ده اكبر من الاكس هتعمل معناها ان هو اطلع برا مش محتاج ان انت تكمل لف على باقي العناصر ولكن نروح على طول سلب واحد معنا كده ان انت وصلت العنصر اكبر من العنصر اللي انت بتدور عليه وبالتالي العنصر اللي انت بتدور عليه مش موجود في بتاعنا. خلونا بقى نشوف المثال ده لما انطبقوا بايدنا على. طبعا انا هاجي على بتاعتي وهقول له بكل بساطة الجميل هنا اللي هو انت لو العنصر اللي انت بتدور عليه ده بيساوي بيساوي تمام طب لو ما بيساويش هنعمل جميلة الالس دي هنعمل جواها تاني ده بكل بساطة بقول له لو اللي هو العنصر اللي انت واقف عليه حاليا في اكبر من العنصر اللي انت بتدور عليه فوقتها انت خلاص مش محتاج ان انت تكمل لف فبريك بكل بساطة هتعمل ايه هتبريك اللفة او هتبريك اللوب وبالتالي توقف اللفة الحد هنا ما تكملش بقى وترجع سالي بواحد على طول وبكده العملية تمت بنجاح اه الري هنا مثلا مرتب الا الري ده حنقول له واحد واتنين واربعة وستة وتمانية وعشرة واتناشر وستاشر وعشرين مثلا انا الري مرتب بالشكل ده طبعا انا لو عملت رن ليه click بتاعي هنا ده و اه شفت كده الرقم اللي لنا بدور عليه حلاقي ان هو هو فرن والحاجات اللي بتنطبعك لي مش مش واضح وانا لفيت على ان هو عناصر والكلام ده كله. فانا هو اقول له بكل بساطة انا انا هابحث مثلا عن رقم تمانية. رقم تمانية موجود بالفعل فرقم تمانية مثلا هو عمل حلاقي ان هو اربعة حلاقي الاندكس رقم اربعة لو زير واحد اتنين تلاتة اربعة تمام الدنيا شغالة تمام انا هعمل جملة بسيطة جملة دي انا حطاها فين مع كل عنصر انت بتلف عليه عند هنا فهتقول له انا عاوزك تطبع لي جملة كده بسيطة عشان نشوف هو حيلف الحد انهو بالزبط وبعدين تمام اه فانا مجرد ما اعمل حاجة زي كده بكل بساطة هقول له اه انا حرن بقى بتاعي وهقول له انا هدور على رقم مثلا اه مش موجود وليكن مثلا تسعة رقم تسعة ده هشوف هو هيلف في لحد امتى فهعمل انتر هيقول لي اذكر انت اندكس زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهيوقف عند الخمسة زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد ما وصل للعشرة مجرد ما وصل للعشرة هو خلاص فطبع لك ذلك وما يكملش لف ودي فكرة بقى بالشكل اللي قدامنا ده